لا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم الإدارة الأمريكية إيران وتحذر من نشاطاتها وتتحدث عن ضرورة كبح جماح توغلها في المنطقة وبالمقابل ترفع إيران وميليشياتها شعار الموت لأمريكا وكأنهما خصمان على طرفين قيض لا يمكن أن يجتمع لكن التطبيق الفئلي لهذه الخصومة لا يوجد ما يترجمه على أرض الواقع بل على العكس تماما قد يصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى مرحلة التماهي التام والعراق مثال على ذلك حكومة السودانية التي تعد حكومة ميليشيات محضى وتضم أطرافا وضعتها واشنط على لائحة الإرهاب بل لعلها مقارنة بحكومة الكاظمي أشد انتماء لإيران بالنسبة للنظرة الأمريكية المفترضة ومع ذلك وجدت حكومة السودان دعما أمريكيا ربما يفوق طموحاتها حتى إن السفيرة الأمريكية في بغداد مؤخرا كالت المديح للسوداني وعتبرته يقوم بخطوات إصلاحية حقيقية كذلك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماك جورك كان من أوائل المباركين للسودان على تشكيل حكومته واعدا إياه بدعم أمريكي مكثف على كافة الأصيدة ولا غرابة أن تدعم واشنطن من كانت تراهم إرهابيين ومرتكبي جرائم مثل ميليشيات العصائب وحزب الله إذ إن معيار الإرهاب عند واشنطن متغير بحسب مصالحها وكما جرت العادة مع كل رؤساء الحكومات المتعاقبة أنهم لا يصدرون تصريحات تخالف رؤية الأحزاب التي نصبتهم يأتي تصريح السوداني بشأن حاجة العراق إلى بقاء القوات الأمريكية ليؤكد رغبة الميليشيات ذاتها للوجود الأمريكي على عكس ما تصدره من تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط وبطبيعة الحال هذه الميليشيات وجدت لخدمة المشروع الإيراني أي أن نظام طهران يجد مصلحة في بقاء القوات الأمريكية في العراق ومرد ذلك إلى التخادم السياسي بين الطرفين واتفاقهما على إبقاء العراق ضعيفا مسلوب السيادة